امريكا ولا بريطانيا? اكيد ده السؤال اللي حيتسائل بعد اه الفيديوهات اللي انا بعملها على سفريات الامريكا وبما اني انا عايش ومقيم في بريطانيا. انا شايف ان كل بلد منهم ليها مميزات وليها عيوب. من مميزات بريطانيا ان او المسار بتاعها واضح. هتقعد هنا هتيجي هنا على هتقعد خمس سنين على هتقدم على اندفنت اللي هي الاقامة الدائمة. وبعد سنة هتقدم على الجنسية البريطانية ويبقى كده المشوار معروف من اوله لاخره. امريكا الدنيا مش واضحة. اه لازم تيجي على الدراسة وبعد الدراسة تدور على الشركة والشركة تشتغل فيها والشركة تكون موافقة انها تعمل لك او اللي هي او اللي هي بتقد في الاخر للاقامة الدائمة وبعد كده تقعد الفترة بتاعتها وبعدين تقدم على الجنسية او انك انت تيجي لجوء لو عندك مشاكل او انك انت اه تيجي مسلا على الوان على اتش وان بي اللي هي اللي هو الورك ولازم الشركة من جوه هي اللي بعد كده تقدم لك على الجرين كارد. ففي فرق ما بين الوضوح التام في بريطانيا حتى لو الفترة كبيرة شوية. وعدم الوضوح لان ما فيش نظام نقط في امريكا مسلا. او ما فيش نظام انه هو هتعمل كزا وبعدين هتعمل كزا وبعدين هتعمل كزا. في كزا طريقة عشان تقدر انك انت تقدم على الجرين كارد الامريكي وتاخد الجنسية الامريكية. فده من مميزات بريطانيا. من مميزات امريكا الشغل متوفر بطريقة ما تتصورها شي. هتلاقي شغل هتلاقي شغل بامر ربنا سبحانه وتعالى وبازن الله. بريطانيا بالرغم ان اقتصادها قوي وان في شغل كتير. لكن فرص الشغل عمرها ما هتكون زي اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية. فدي من مميزات امريكا. يعني انا كنت اه كنت قلت في فيديو اللي انا كنت بركب مع اوبر كتير او ليفت. اه ليفت عامل زي اوبر. وبعدين بتكلم مع السوائين لانهم من جنسيات مختلفة. الراجل انا فاكر اللي هو التاجكستاني اللي وصلني من المطار للفندق. عدنا مع بعض حوالي ساعة راجعنا كتير. هو من اول لما جي امريكا من عشر سنين ولا من كام سنة. وهو شغال تاكسي درايفر. او يعني سواء تاكسي وبعد كده اوبر. بيقول لي في السنة وده رقم من بقه هو في السنة شغلته اوبر بس لأكثر والاقار اوبر او ليفت يعني اللي هو بيوصل مية وتلاتين الف دولار امريكي في السنة قبل الدرايب. طبعا ده رقب كبير جدا اه لما تجدوا بس انك انت بتسوق اوبر وتاخد مية وتلاتين الف دولار امريكي ده رقم كبير جدا. وده بيدل على قد ايه سوء العمل محتاج ناس وقد ايه الفلوس اللي بتتدفع او المرتبات اللي بتتدفع للوظيف اللي هناك. انا ما شفتش حد راح امريكا وكان اشتكى من ان المرتب قليل ولا ان هو مش عارف يجيب فلوش كويسة ولا ان هو مش عارف ينش. تمام? بريطانيا المرتبات هنا اقل طبعا. يعني الامريكا المرتباتها احسن من بريطانيا. بريطانيا لسه مرتباتها اوليلة. انت بتتكلم هنا في للناس اللي هي بتشتغل مسلا حتى الدكاترة والممرضات والمهندسين ومش عارف ايه وكده. انت بتتكلم في اربعين الف ستين الف سبعين الف تمانين الف. اكتر من كده بتبقى مسلا ارقام تانية لناس تانية والكلام ده. فان اه الارقام دي اربعين لتمانين الف في السنة قبل الدرايب. وبالتالي امريكا من مميزاتها. الشغل المدوفر كتير اكتر من بريطانيا. الفلوس احسن من بريطانيا بكتير. تمام? موضوع الجلاء نسبي. بمعنى انا شايف ان لندن تعتبر جلية لكن نيورك اجلى بكتير. لكن لما رحت بوستون وعدت وصرفت فيها لقيت ان بوستون مرتبتها. احسن اه سري مش مرتبتها. المعيشة فيها يعني مقارنة بنيورك هي ارقص. ممكن على حسب اصدقائي اللي قالوا هناك لما تروح ولايات تانية تروح مسلا في الجنوب زي جورجيا مسلا تروح مسلا في كانسس اه وهايو الكلام ده. الدنيا كمان الغلاء بيقل جدا وبتقدر انك انت تعيش بالمرتب اللي انت بتاخده كويس جدا جدا. اه ملاحظتها في نيورك انها غالية. بريطانيا لا اقل جلاقا من نيورك ولكن في مدن تانية تعايد للندن زي بوستون وفي مدن تانية جوه امريكا لانها قارة كاملة هي ارخص بكتير. تمام? بالنسبة للمواصلات او اللي هي المواصلات العامة. لأ طبعا بريطانيا تكسب هنا. المواصلات العامة هنا روعة. صح انا عارف ان فيه اضرابات وانت ممكن تلبس في الاضرابات ولكن الميزة اللي تبسات او بتوصلك في كل حتة في لندن اعتقد كل مدن آآ بريطانيا نفس الحكاية. امريكا لازم يكون معك عربية عشان انت فعليا ممكن تتبهدل في المواصلات. انا ركبت المترو في نيورك في مانهاتن. آآ كان مش وحش ولكن آآ مش آآ مش بالنظافة اللي انا شفتها طبعا بسنغافورة او استراليا او حتى هنا بريطانيا مع انه هنا مش نضيف قوي ولكن للاسف برضو المستوى هناك مش عادي جدا. هناك الناس كلها معها عربيات. اللي معها عربيات عادية واللي معها عربيات فخمة وكل الناس بتتحرك بالعربيات. هنا انت ممكن تعيش من الجارة عربية وتفتل تتحرك في المدينة كلها لندن كلها او تطلع حتى بالقاطر اي حتى في آآ في بريطانيا. يعني طبعا بريطانيا كمدينة كمان آآ سوريا كبلد مش بحجم طبعا الولايات المتحدة. لو هتتنقل من مدن لمدن طبعا امريكا بتتنقل فيها بالطيارات للمسافات الكبيرة. حتى لو انت هتروح من نيورك البوستن انا خدتها بالعربية رايح جاي. لكن طبعا في طيارات العطول بتروح من نيورك البوستن بوستن لنيورك. هنا اكتر التنقلات ما بين المدن البريطانية بتتم بالقاطر يعني لما بروح مثلا في الجنوب او اللي هي او الكلام ده باخد القاطر. اي حد بيطلع من مانشستر زي مثلا صديق العزيز نبيل لما كان بييجي مسلا من مانشستر بيجي مسلا بالقطر لندن. فهنا التحركات بالقطر هناك التحركات بالطيارات. آآ من مميزات بريطانيا اللي مش موجودة في امريكا اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو حتى لو فيه ولكنه ببلاش بتروح بتاعك مفروض انك انت ما تدفعش حاجة لو انت عيان لقدر اللاحتك التوارئ بتدخل التوارئ ببلاش وبتتعالج لو انت على ورك فيزا على اقامة دايما على جنسية ايا كان امريكا ما فيش الكلام ده امريكا لازم تكون شغال عشان تبقى او عليك على حسب ما الامريكان قالوا لي هناك وبالتالي لو انت لقدر الله بتغير من شغل لشغل زي ما حصل لزوجة واحدة زملتي كانت في الشغل كان بتغير من شغل لشغل ودخل التوارئ ودخل التوارئ دفع تمنمية دولار امريكي بس عشان كان عنده اه حاجة في ايده فتحت او حاجة زي كده اهو وبالتالي او النظام الصحي في اه بريطانيا النظام الحكومي الصحي طبعا احسن بما راحل من النظام الصحي الحكومي في امريكا لان في امريكا في الاخر انت بتدفع اي للي هو اللي هو الممارس العامل اللي بتروح له او لاي حاجة بتعملها خاصة بالميديكال او خاصة بالطب وبالتالي بريطانيا في النقطة دي تكسب طبعا لو انت شغال في امريكا فانت غالبا او بالنسبة تسعة وتسعين في المية انت بيبقى عندك تأمين صحي تابع الشغل وعلى حسب بتاعك وعلى حسب الشركة وعلى حسب كل حاجة التأمين الصحي بيكفر قد ايه ودي انا كنت قلتها في فيديو قبل كده استدامة الحياة البلدين تقدر تعيش فيهم طول عمرك وتربي فيهم ولادك وتكبر ويبقى عندك معايش وتعمل حياتك كلها لغاية ما تموت عادي خالص ما فيش مشكلة ده زي ده بالنسبة الواحد زي حاليتي ببعاوز قريبا مصر طبعا بريطانيا تكسب امريكا على بعد اتناشر ساعة من القاهرة لو انت في النيورك لو انت فلوس انجلوس اعتقد هتزود اربع ساعات فانت بتتكلم في خمس اشعر ساعة لو دايركت وانا معرفش فيه دايركت من ايه ايه او سان فرانسيسكو للقاهرة ولا لأ فيه طبعا دايركت من نيورك للقاهرة وبالتالي انا شايف ان بريطانيا تكسب برضو في الحتة دي كبلة جديدة فلوس مشاريع اه حياة الكلام ده امريكا امريكا حيوية جدا يعني هنا ممكن بعد الساعة سبعة تمانية تسعة تلقي الدنيا خراس نايمة هناك فعليا انا كنت عشرة وحداشر واتناشر نازل وفي وسط البلد في نيورك من هاتم مسلا او في بوستن او الكلام دا الحب حتى ما كنت في سان فرانسيسكو لما كنت بروح سان فرانسيسكو في حياة لجاءة الساعة احداشر واتناشر واحدة بالليل حياة بمعنى مطاعم فتحة مش بتكلم على البارات ولا على الكلابات انا بتكلم على مطاعم كافيهات حياة ناس ماشى في الشارع طبعا في اماكن كتيرة اه سان فرانسيسكو كان كده الاي كان كده شيكاج وكان كده ونيورك وبوستن وبالتالي انت اصلا كمان لما بتقود العربية وتطلع برا البلد اه في حياة في مولاد فيه او ثلاث فيه الحياة طبعا هناك تكسب كتير قوي عن بريطانيا وعن استراليا وعن يوزلندا وعن سنغافورة امريكا تكسب في الحتة دي بس حبيت في الفيديو السريع ده اللي انا وضح الفرقات ما بين البلدين ووجهة نظري بالنسبة للاتنين هحاول عمل لها جزء تاني واكمل نقطة تانية لسه عاوز اتكلم فيها على الفرق من بريطانيا ولا امريكا بريطانيا ولا امريكا بس كده